موسيقى صادق مجلس الأمن على لائحة تضمن التمديد عهدة المينورسو إلى ستة أشهر ودعوة كل من جبهة البوليزاريو والمغرب إلى استئناف المفاوضات المعطلة منذ 2012 من دون شروط مسبقة وبحسن النية للوصول إلى حل نهائي للقضية الصحراوية مشاهدين أهلا بكم نتوقف عند هذا المشهد لنناقشه من زاويتين لماذا يمثل القرار 24-14 بشأن الصحراء خطوة غير مسبوقة لمجلس الأمن؟ وهل نزع القرار الأممي فتير الحرب بتمديد عهدة المينورسو وفتح الباب أمام تسوية سياسية بين المغرب وجبهة البوليزاريو؟ تقرير وليد برزاح يضع الموضوع في سياقه ثم نفتح نقاش أمام الأمر الواقع يضع قرار مجلس الأمن 24-14 المغرب تمديد عهدة المينورسو بصحراء الغربية إلى ستة أشهر ويدفع بلا شروط مسبقة وبحسنينية مصر المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو المعطلة منذ 2012 القرار حظي بقبول 12 دولة مع امتناع روسي صيني وإثيوبي القيادة الصحراوية ترى فيه منعطفا في مسار القضية بينما تترقب أعين المخزن من المدعم ومن المعارف التضامن الملكي عبرت عنه الإمارات والبحرين باستفافهما مع المملكة المغربية أما الكويت فطبع موقفها التضارب بين تصريحات سفيرها لدى الأمم المتحدة وتصويب وزارة الخارجية ارتباك دبلوماسي يدفع بالرباط بقطع علاقتها مع طهران باتهامها بتمويل جبهة البوليزاريو وتدريب عناصرها عن طريق حزب الله اللبناني في الضفة الثالثة تدعم فرنسا القرار رغم وصفها إياه بالإستثناء وإدارة ترامب الرعي لقرار مجلس الأمن أبدت استعدادها الكامل لدعم تحركات المبعوث الأممي هورست كوهلر بينما حذرت موسكو من اللاعب تحت الطاولة بشكل قد يضر بالقضية قرار مجلس الأمن الجديد يضحض كل المزاعم الرامية إلى إقحام الجزائر كطرف في القضية الصحراوية وجعل حلم الحكم الذاتي صرابا في الصحراء وأبعد فكرة الصدام العسكري المباشر بالمنطقة لكل أمر أجل فهل حان أجل أجل أكثر من أربعة عقود ولمناقشة الموضوع أرحب بسفير الصحراوي لدى الجزائر السيد عبدالقادر الطالب عمر أهلا بكم سعدة السفير كما أسعد باستضافة الكاتب الإعلامي عزيز طوهر وهو متابع للقضية الصحراوية أهلا بكم وأبدأ معك سعدة السفير تعلمون أن الجديد هذه المرة في الملف الصحراوي هو تمديد عهدة بعثة المينورسو إلى ستة أشهر عوض سنة عوض ما كان معتاد عليه كل مرة لماذا هذا التغيير؟ هل تعتقدون أن مجلس الأمن الدولي قد غير نظرته تجاه نزاع الصحراوي؟ هذا ما نلاحظه بأنه الكل يقول أنه استمرار الوضع الراهن وحالة الجمود والانسداد لم تعد مقبولة لأنه استمرارها يمكن أن يعيد المنطقة إلى التصعيد والتوتر وبالتالي أصبح اتخاذ إجراء ملموس محدد وهو تقليص المدة الزمنية والموعدة التي كانت تحدث في ضرب ستة أشهر والمطالبة بحصول تقدم وإلا فإن مجلس الأمن سيقدم على مراجعة لخطواته وصيغ معاملته مع القضية يعني هذه اللائحة الأممية أصبحت تبثل قاطعة مع القرارات السابقة؟ هذا ما يمكن أن نسجله وخاصة عندما نستمع إلى شرح لبعض مواقف بعض الدول والتي أقرت خاصة ممثلة الإدارة الأمريكية بأن حالة النزاع في الصحراء أصبح مثال للحالات النزاعات المجمدة وأن بعثة المينورسو البعثة التي تعمل بدون غايات سياسية وهذا غير مقبول وبالتالي لا بد من رؤية أخرى وللحاح على النظام المغربي بأنه يدخل في المفاوضات المباشرة لإيجادها التقدم أستاذ عزيز طواهر ما رأيكم؟ هل تعتقدون أن تغيرت قراءة مضمون القرار الأممي؟ في أعتقادي نعم لأنها سابقة في تاريخ ومسار القضية الصحراوية بحيث يجد المغرب نفسه لأول مرة كما سبق وأن تم تصريح به محاصر من كل الجهات هو حاليا مرتبط بقرارات الإتحاد الإفريقي وبقرارات الأممية وبالتالي عليه أن يلتزم وليس لديه خيار آخر إذن هنا طبعا هناك أصوات عديدة هناك ردود أفعال أشادت بها قرار مجلس الأمن الذي طبعا هو يدعو طرفي النزاع إلى التفاوض بشكل جدي وبدون شروط مسبقة هل هذا يعني أن مسار التسوية اليوم مسار تسوية النزاع سينطلق تحت ضغط مجلس الأمن؟ برأيكم؟ في اعتقادي نعم ولكن المغرب سيراوغ لأن خاصة عندما نرى أن المغرب أول ما قام به بعد القرار هو توجيه اتهام لسفارة إيران بالجزائر وهو شكل من أشكال ردة فعل المخنوق ذلك الغريق الذي يتعلق بقشة ويحاول النجاة بأي طريقة كانت وبتالي مثلا على سبيل المثال أول رد فعل أنه قام باتهام سفارة إيران بالجزائر بدعمها وتدريب وإمداد الصحرانين سنعود بالتفصيل يعني على سبيل المثال فقط أن المغرب لن يستسلم مباين قوسين لهذه القرارات بطريقة سهلة لأنه خسر الكثير في هذه القضية وهو يعلم جيدا أنه يسير في طريق مسدود ما الذي يفهم اليوم من تأكيد مجلس الأمن على أن الوضع القائم الناجم على توقف مصار السلام غير مقبول ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا لأنه النزاع طال أكثر من اللازم 45 سنة وكل الحجج التي استعملت من تأجيل وغيرها قد استنفذت وهمش المناورة لم يعد مقبول وفي الفترة السابقة وصلت المسافة بين الجيش المغربي والصحراوي إلى 120 متر فقط وبالتالي أصبح الوضع يؤشر إما أن يقع تقدم ديناميكية سياسية حقيقية أو أن الوضع عموما سيتجه نحو التصعيد وهذا ما استنتج من خلال المتابعة وبالتالي مجلس الأمن تصرف بهذا الشكل خاصة لما رأى كذلك التهديدات التي يقوم بها النظام المغربي أراد أن يضع حد لهذا التهديد وأن يعمل بأن تتجه الأمور إلى إيجاد حل سياسي وسلمي برأيكم مستد عزيز توهر هل ستسهل عهدة المينورسو من مهمة المبعوث الشخصي الأممي هورست كولر الذي كان له لقاءات مع طرفين نزاع وكانت له لقاءات مع الجزائر وموردينين في اعتقادي نهم سيكون ذلك كيف ذلك؟ هناك معطيات ومؤشرات أولا لا يجب أن ننسى أننا أمام آخر مستعمرة في القرى الإفريقية ومن غباء المحتل والمستعمر وهي السياسة التي ينتهجها المغرب هو أن أهد الاستعمار عبر كل العالم قد وله حتى القوى العظمى التي كانت في يوم من الأيام دول مستعمرة قد تنازلت عن مستعماراتها لكن هل الإرادة الدولية متوفرة؟ هذا هو المؤشر الإيجابي أن هناك إرادة دولية وأصبح من العار أن يواجه المغرب هذا العالم وهو كدولة محتلة وبالتالي في اعتقادي بات حق تقرير المصير وشيكاً ما هو الثقل الذي يجب أن يلقي به المبعوث الأمامي هورست كولر؟ في اعتقادكم سعد السفير هو المبعوث الشخصي إلى حد ساعة تميز عن سافقيه في طريقة عمله وأسلوبه إذ وسع المشاورات مع أطراف أخرى مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وبعض الدول ما بين السبل التي اعتمدها بالإضافة إلى بحث في الإشكالات القائمة وكيفيات التأثير وبالتالي هو ركز على أنه يجب أن يحظى بدعم مجلس الأمن لأنه بدون دعم مجلس الأمن هو لن يقوم بشيء وهذا حتى في بعض المواقف على أنه عنها ممثلين عضاء مجلس الأمن بأنه المشكلة لم يكن في المنورس بالأساس بل في مواقف المجلس الأمن وبعض الدول الوازنة مثل فرنسا نقولها بكل صراحة أنها كانت هي المعرقل كل ما كان هناك تقدم وإلا يقع يعني العرقلة من فرنسا الآن هو اشترط بأنه يحظى بهذا الدعم حتى يمكنه أن يتقدم ومن بين وسائل الدعم هو تحديد هذه الفترة وإعلان جميع عن دعم لمجهوداته لأنه حتى المغرب ضمنيا يتحفظ على طريقته وعلى أسلوبه وقد لحظ هذا لما أطراف كلها استجابت للذهاب إلى برلين المغرب لم يرد أن يذهب إلى برلين وإنما ذهب إلى لسوون كنوع من الاحتجاج على طريقة على هذه المغرب الآن حتى نفهم هل ستتقدم المفاوضات بعد هذا القرار بعد قرار مجلس الأمن برأيكم؟ مرة أخرى في اعتقادي أنه سيكون تقدم في المفاوضات ويستجيب المغرب ربما في البداية سيحاول فرض شروط معينة وإن كان لائحة الأممية واضحة في مضمونها وهي تفرض عليه الذهاب إلى المفاوضات دون أي شروط مسبقة وبنية حسنة كما لا يجب أن ننسى سيدتي الفضيلة أن المغرب يعيش أزمات داخلية هذا النظام نظام سياسي متاعف يعاني من أزمات اقتصادية بشكل داخلية بشكل داخلية وأزمة هوية وأزمة شرعية في النظام وبالتالي كان في كل مرة يتهجم على غيره في محاولة لتصدير أزماته الخارجية أكيد من الشق الأخر لديه المحيط أما فيما يخص الحدود البرية نجد الجزائر وبالتالي العدو الوحيد الذي يعلق عليه شماعة فشله هو نظام كنظام سياسي يلفظ أنفسه الأخيرة ربما سنشهد حتى نهاية نظام ملكي في المغرب ربما عندما نجي ثوارة الريف هناك سخط شعبي على النظام القائم وبالتالي ورقة الصحراء الغربية هي متنفس بالنسبة لهذا النظام ربما ستكون هذه المفاوضات كوسيلة للفت انتباه الشعب المغربي وتوجيهها في اتجاه معين يعني المرحلة القادمة سيرمي بكل أوراقه وبكل ثقاله ليضمد جراحه الداخلية طيب سعد سفير هل تطالبون ببضع جدول زمني لعادة بعض المفاوضات؟ هذا ما عبرت عنه جبهة البوليساري والقيادات الصحراوية منذ الوهل الأولى بأنهم على تم الاستعداد بالدخول في مفاوضات مماشرة مثل ما أمر بها تحدث توصية مجلس الأمن ولكن احنا متعودين على مراوغات النظام المغربي وعلى البحث عن المبررات وكل مرة لا بد أن يختلق بعض العراقيل وهذا على مجلس الأمن وعلى المجتمع الدولي أنه يعرف هذا وبالتالي يتصرف بشكل جدي وقوي اتجاه الطرف المعرقي لهذه المفاوضات طائم شكرا نستاذنا نتابع النقاش في المحور الثاني بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد في خلف المشهد نناقش في جزئه الثاني تبعات قرار مجلس الأمن المتعلق بتمديد عهدة المينورسو بالصحراء الغربية وسيناريوهات المطروحة لكن قبل ذلك نتابع التصريح الخاص للمنسق الصحراوي مع المينورسو محمد خداد ونعود ما يقوم به في هذه الأيام من دعاة ومحاولة ربط جبهة البوليساريو بجهات أخرى إلى قيره يدخل في هذا الإطار ولكن يلعب بالنار لأنه حقيقة من محاولة توريط المنطقة المغاربية تصدير للمنطقة المغاربية المشاكل الموجودة في الشرق الأوسط وبالتالي زرع عدم الاستقرار في المنطقة المغاربية وستاذ عزيز تواهر هل ما حدث بالمنطقة العازلة محدث بالمغرب هل كان وسيلة ضغط على المغرب ما حدث في المنطقة العازلة يعني هو أولا كان وسيلة ضغط استعمالها المغرب لأنه خرق كان ذلك بمثابة خرق الاتفاقيات الموقعة بينه وبين جبهة البوليساريو تحت لواء الأمم المتحدة منطقة القرقالات التي تصب يعني على أو تطلع على المحيط الأطلسي يعني هي منطقة مميزة جاءت ما بين موريطانيا والصحراء الغربية والمغرب وكان مفترض أن لا يقوم المغرب بتعبيد يعني مسافة معينة في محاولة للعبور واستغلالها من أجل التواصل مع باقي الدول عبر القرى الإفريقية منطقة القرقالات التي تمنيت زيارتها يعني في الزيارة الأخيرة لأغوينيت كنت على بعد حوالي 150 كيلومتر على تلك المنطقة والتي نتمنى أن نزورها في يوم من الأيام عندما تكون الظروف مواتية يعني كانت حجر أساس لأنها كانت ستؤدي كما قال سعادة السفير منذ قليل إلى مواجهة عسكرية ولم يكن الطرفين إلا على بعد أمتار يعني وبتالي هنا أحست منظمة الأمم المتحدة بضرورة التسريع في حل دبلوماسي وحل سياسي لهذا النزاع القائم منذ أكثر من 40 سنة المغرب وصل به الأمر كذلك إلى إقحام الجزائر بطريقة غير مباشرة في فشله الدبلوماسي بعد أن قضع علاقته مع إيران واستدعي طبعا سفير المغرب بوزارة الخارجية هل تعتقدون أن الرباط سيضع حدا يوما ما لهذه الممارسات؟ هي ممارسات تعكس طبيعة النظام السياسي المغربي في حال تواصل وبقاء هالنظام القائم ستبقى نفس الممارسات ربما سنشهد سياسة مغيرة في حال تغيير النظام على مستوى المغرب لكن حاليا المغرب لا يريد التنازل عن الصحراء الغربية هو كما قلنا يراها وسيلة لتصدير أزامته الداخلية هو نظام يجب أن نعلم أنه نظام توسعي استعماري يسعى إلى التمدد يعني معروف أنه كانت له أطمع حتى في الجزائر في الحدود الجزائرية ساعة سفير كيف تقرؤون امتناع قرار الرباط غير المنتظر والمفاجئ بقطع علاقته مع إيران بحجة تمويل إيراني لجبهة البوليزاريو ونظام المغربي يحاول تغيير طبيعة النزاع في الصحراء الغربية بحيث أنه نزاع تصفية استعمار واضح وموجود ومسجل لدى الممتحدة من دم القضايا الأقاليم التي لم تقرج مصيرها بعد نظام المغربي يحاول أن يضع إطار آخر في المرات السابقة يقول صراع جزائري مغربي مرات أخرى صراع نتيجة الحرب الباردة يعني الكتلة السوفيتية والعالم الغربي منك يعني تضارب يعني الآن لكل مرة الآن يريد أن يصنع إطار آخر أنه يدخل في إطار الصراع بين الغرب والشرق ويقحم حقيقة هذه المشاكل التي تقع في الشرق يعني في المنطقة حتى يصطفه هو إلى جانب بعض القوة الأخرى وتوفر له الحماية وتوفر له الدعم ويشيطن الطرف الآخر ولكن المطمئن في هذا المجال أن الأسس التي يعتمد عليها باطلة وكاذبة وكل المراقبين الدوليين وحتى القوة الغربية التي حاولت تودد لها وغيرها يعلمون جيدا أن هذا كله باطل ولا أساس له من الصحة ولم يتوجد أي علاقة عسكرية ولا في التدريب ولا في التسليح ما بين جبهة البوليساريو وجيشها وحزو الله أو معائرها هذا عن المغرب لكن كيف تقرؤون اليوم امتناع روسيا والصين وإثيوبيا عن التصويت عن قرار مجلس الأمن لا ذلك في أمر فيما يخص معالجة موضوع المناطق العازلة والمناطق المحررة في روسيا مثلا نعم يعني هم يعني أوضحوا بأنه الاتفاقية وقت اطلاقنا الرقم واحد تحدد بشكل واضح ما معنى المناطق العازلة والمنطقة المحظورة والمناطق التي تجاوز ذلك والناطق الرسمي باسم الأمين العام المتحدة أوضح بأنه بيرل حلو منطقة بيرل حلو ومنطقة فريتي التي يتكلم عن النظام المغربي لا تدخل في المنطقة العازلة مثل ما حددتها الاتفاقية وقف اطلاق النار لأن المناطق هناك مسافة خمسة كيلومتر وهناك مسافة ثلاثين كيلومتر هذه لها خصوصيات وما وراء ذلك لا يعني يدخل في إطار المناطق إلا المقيدة ولا المحظورة والمناطق هذه توجد خارج هذا ومنذ وقف اطلاق النار حتى الساعة هذا الشيء معروف وأعلنته الممتحدة مثل ما أعلنت أنه المغرب كذبة لما قال أنه هناك تحركات والممتحدة فندت ذلك إذن بناء على يعني ما أقرته المراقبين منورسو التابعين منورسو يجب أن يتم التصرف ويعتبر هذا الأمر محسوم ولكن فرنسا يعني دعمها الموقف المغربي حاولت أن تدخل هذه القضية في التوصية بحيث تقول أنه جبت البوليساريو لديها النية بأنها تنقل بعض الأماكن إلى المناطق المحررة ولكن جبت البوليساريو كانت موجودة وقواتها وسائل الإدارية في هذه المنطقة وهذا غير محظور بتاتا وبالتالي هذه الدول اعترضت على إدراج هذه النقطة ولو أنها هي لها طابع دعائي أكثر مما هو شيء سيغير شيء على الأرض وأنه كذلك في القرقرات كانت هناك فكرة التعديل هذه أول مرة بشأن القرار نعم تناوله بهذا الشكل ولهذا رأوا أنه حتى يتناقض مع موقف الأمم المتحدة الأمان العامة الممتحدة ومع المنورسو نفسهم لهذا طالبه بأنه يعني هذا لا أساس له من الصحة ولكن هو يعبر عن نوايا ربما مستقبلية بأنه يمكن لي ذراع يعني وتحويل بعض المواقف هكذا بدون أي أساس هذا يعتبر من الجوانب السلبية مع أنه القرار في حد ذاته وفي مجمله هو وجه صفعة قوية للنظام المغربي في الوقت المغرب يرفض المفاوضات المغرب يقول أنه يعني الطرفين غير موجودين وإنما الجزائر وإلى خير يطرح شروط معينة ويماطل القرار يعني في هذا الجانب كان قوي ضد يعني هذا الطرف المغرب دائما نبقى في المواقف الدولية هناك تضارب في موقف في الموقف الكويتي بين يعني دعم الشرعية الدولية ودعم موقف المغرب هل من تعليق أستاذ طوال والله في اعتقاده هي ترجع إلى شخصية كل دولة الجزائر مثلا معروفة بمواقفها وقراراتها التي تعد من ثوابت الأمة الجزائرية لكن مثلا السعودية الإمارات قطر البحرين دعمت هو تكييف لمواقفها وفق مصالحها الشخصية وفق أقول المفاوضات التي تقوم بها في إطار يعني دعم مصالحها الشخصية مع الدول فرانسا أيضا دعمت القرار رغم وصفها إياه بالاستثناء إدارة ترامب دعمت قالت أنها ستدعم وتبدأ يعني كامل دعمها لتحركات المبعوث الأممي هورست كولر طبعا موسكو حذرت من اللاعب تحت الطاولة لكن هل خاب إرهان الحكومة المغربية؟ فرنسا يعني أصبحت أصبحت مساندة وهل النظام المغربي مفضوحة يعني كان نوع من تدارك أمام المشاهدة الدولية لكن هل يوم دعمت القرار؟ نعم كيف تفصيل ذلك؟ يعني هو فيما يخص الكويت هو معروف أنه بلد عانى نفسه هو من الغزو من ضم القوة ويعرف يعني معناه احترام الحدود ومعناه احترام تقرير مصير الشعوب وهو في تصريحه كان مسجم معه يعني اللائحة الأممية الدول في غالبيتها أكدت على المفاوضات أكدت على حق تقرير مصير الشعب الصحرائي كحل نهائي لهذا النزاع طالبت بالإسراع بالتقدم في هذا الجانب يعني في هذا الجانب وهذا جميع كان يعني مجمع عليه وبالنسبة الموقف الكويتي كيف تقرؤون الموقف الكويتي؟ هو قلت الكويت لها خصوصيتها ولها تاريخها اللي ربما تختلف عن بلدان الخليج الأخرى وهي حاولت أنها تكون منسجة مع القانون الدولي لأنه احترام القانون الدولي هو الذي سيمكن باقي الدول صغيرة كانت أو كبيرة من احتفاظها بسيازتها واحترامها وإذا ما يعني انتهك في مكان ما هذا سيسجع على انتهاكه في الأماكن الأخرى يعني هل ممكن أن نقول أن اليوم خاب رهان الحكومة المغربية على حلفائها؟ لا يمكن أن نصل إلى هذه الدرجة ولكن يسجل أن هناك تميز في هذا الموقف ونحن نطالب يعني الدول الخليج أن على الأقل تحذو حذو الكويت في موقفه وأن هذا سيكون أحسن وخطوة وأكثر سلامة وأكثر مصداقية وأكثر ضمان للسلم والاستقرار وحتى الوحدة ما بين الشعوب العربية وفي الأخير هذا هو الذي سينتصر والتاريخ سيؤكد عاجلا أم عاجلا أنهم كانوا على حق إذن من هنا نفهم أن المغرب أصبح يتأثر بالتجذبات الحاصلة بين القوى العظمى وبين التجذبات الحاصلة بينه وبين حلفائه كيف تعلقون على ذلك أصبحت هذه القضية قضية الصحراء تتأثر بهذه التجذبات هذا أمر طبيعي لأن القضية مطروحة على مستوى الأمم المتحدة وهي تضم كل الدول وبالتالي لا ديها الحق في الإدلاء بصوتها ونرى هذه المرة أن المغرب لم يحضب المساندة التي سبق له أن حضي بها في الماضي خاصة بعد دعم فرنسا خاصة ما بين قوسين تخلي فرنسا عن المغرب ربما ستكون مساندة بطريقة أخرى للمغرب لكن المغرب سيعمل على كسب مزيد من أقول تحقيق مزيد من المكاسب والمساندة والمساندة خلال المفاوضات لأنه هذه المرة سيكون من الصعب عليه أن يخالف القانون الدولي ويتجه ضد تيار أصبح محاصر أصبح محاصر من طرف ومن قبل مجموعة دولية تفرض عليه الجلوس على طاولة المفاوضات هناك ربما سيلعب بطريقته وسيحضر نفسه لمزيد من المراوغات لكن هو مجبر ولا خيار له على الذهاب للمفاوضات سعد سفير هو في الحقيقة المغرب يقع في تناقض ويظهر أنه في تدارب ولا يتبع خط مستقيم في سياسته فالفترة الأخيرة هو أقر بأنه سياست الكرسي الشاغر والقطيع قطع العلاقات لا يفيد وهذا ما جعله يعود ويطالب بالرجوع إلى إفريقيا والاتحاد لإفريقيا بعد أن أسبعها سبا وشتما ها هو يعني يغطيها بالشكر والتقدير إلى آخره الآن وكان مع كوبا يعني رجع معها العلاقات رغم أنه يعلم أنه هذه الدول تقدم الدعم والمساندة ولكن اليوم في موقف معاكس يعني يقطع العلاقات مع إيران بحجة غير موجودة أصلا أنه هناك دعم ولا يوجد هناك دعم ولكن يتناقض مع هذا التوجه الذي انتهجه في الفترة الأخيرة مما يؤكد أن الحجة غير حقيقية وأن هناك نوايا أخرى وأن هذه النية هو محاولة الاستفاف مع فريق معين لكسب الدعم والتأييد والحماية من أي موقف قادم فيما يخص قضية الصحر طيب شكرا سعد سفير صحروي لدى الجزائر عبدالقادر طالب أومار كنت معنا شكرا جزيلا على قبولكم الدعوة كما أشكر الكاتب الأعلامي عزيز تواهر شكرا لكم مشاهدين بهذا نصل إلى ختاب هذه الحلقة لقاءنا الأسبوع القادم بحول الله مع خلف مشهد جديد سلام اشتركوا في القناة